السلام عليكم ازايكم يا حبايب اعملين ايه هنعمل صوص التومية بمكونات بسيطة جدا عندي نص جوب من النشا مع جوب من المية وهنبتدي نقلبهم مع بعض على البارد كده لحد ما النشا يدوب خالص والمية والنشا يختلطوا مع بعض تماما على البارد كده زي ما احنا شايفين بعد كده هبتدي بقى ارفعهم على النار انا كده رفعتهم على النار هبتدي اقلب فيهم تقليب مستمر لحد ما حصل على خليط كريمي كده ونعم وكمان شفاف شايفين معايا ايدي مستمرة بالتقليب مش بسيبه خالص علشان ما يتكتلش ويكلكع مني علشان احنا عارفين النشا لما بيغلي على النار ممكن يكلكع لو ما تقلبش كويس جدا شايفين معايا انا عايزة ينعم معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده اول ما وصل لللون الشفاف اللي احنا شايفينه يبقى النشا بتاعي استوى واختفى منه طعم النشا تماما في الوقت ده هرفعه من على النار ده الشكل اللي انا عايزاه هرفعه من على النار تماما وابتدي بقى اسيبه يبرد تماما لان ما ينفعش استخدمه في الوقت ده خالص اول ما يبرد شايفين معايا ده اللون بس هو لسه سخن جدا مش هقدر استخدمه خالص دلوقتي وانا بأكد على ان احنا لازم نسيب الخليط بتاعنا ده خليط النشا مع المية ده يبرد تماما علشان اقدر استخدمه اول ما بارد كده هبتدي اجيب الكابة بتاعتي وانزل بالخليط اللي انا عملته في الكابة بالشكل ده ولازم يكون بارد تماما ما فيش فيه اي درجة حرارة في الوقت ده هبتدي بقى اضيف عليه المكونات بتاعتي اللي هتخلي الخليط بتاعي ده سوس التومية الخطير اللي هنعمله مع بعض وهيبقى طعمه مميز جدا اول حاجة طبعا في سوس التومية واهم حاجة هو التوم وضفت تلت فصوص من التوم ممكن تزويدي او تقليلي حسب رغبتك ممكن كمان بعد كده المكون التاني ضفت ربع كوب من الزيت انا ضفت اربع معلق بس لاني مش بحب أكتر الزيت والخطوة دي مهمة جدا اربع معلق كافيين جدا وضفت رشة من الملح خفيفة هبتدي بقى اقفل الكابة بتاعتي واخلط المكونات كلها مع بعض لحد ما تديني قوام كده متجانس والتوم بتاعي يتهرس معي كويس جدا بعد كده هينضيف الاضافة الاخيرة اللي هتخلي الكوام معي كريمي وهتخليه لونه فاتح جدا وهتخلي التومية بتاعتي كوامها خطير قلبت المكونات مع بعض كده والتوم اتهرس مع الخليط بتاعي مع الزيت كمان هبتدي بقى اخففها شايفين معي الكوام تقيل جدا علشان اخففها ماينفعش افضل اضيف في زيت هيبقى تقيل جدا انا بخففها بالحليب ودي خطوة جميلة جدا بتخليني ماستخدمش كمية كبيرة من الزيت فبخففها بالحليب وكمان بيدي لها لون فاتح جدا جدا ويقوام ناعم وكريمي جدا الحليب عندي يفضل طبعا انه يكون بارد خالص يعني كان في التلاجة بيدي بيخلي الكي التومية بتاعتي تلف وتبقى لونها فاتح ضربت كده مكستهم مع بعض مع الحليب وهدي لهم كمان ضربة كمان وبعد كده هنفتح ونشوف القوام انا شايفة ان القوام معي لسه محتاج كمان معلقتين او تلاتة من الحليب علشان اوصل لقوام التومية اللي انا بفضله علشان ما تكونش تقيلة جدا هخففها شوية كمان بمعلقتين تلاتة من الحليب البارد واخفق كمان خفقتين كده زي ما احنا شايفين وبعد كده هنشوف لازم نخلي بالنا وإحنا بنضيف الحليب ما نضيفهش ضفعة واحدة لازم نضيفه على كزا دفعة علشان ما تبقاش خفيفة معنا لان التومية لما بتبقى خفيفة وبتتحط في السندواتشات بتسيل منها وما بتبقاش احسن حاجة كده خلاص ده القوام اللي انا عايزة اللهم بارك شايفين معي من قريب ما شاء الله امر لونها فاتح جدا شايفين من قريب وكريمي ونعمة بطريقة جميلة جدا يلا بقى نجي الطبق التقديم بتاعنا او الطبق اللي هنجريفها فيه وننزل بال سوس التوم او سوس التومية الجميل جدا اللي بيتقدم في افخم المطاعم شايفين اللهم بارك شايفين التومية وهي نزلة عاملة ازاي نعمة نعومة وكريمي جدا ولون هفاتح بطريقة تفتح النفس جدا ما شاء الله اللهم بارك اعملي بقى التومية بالطريقة دي سهلة مش مكلفة خالص كل الحكاية معلقتين ثلاثة من النشا وكمان معلقتين ثلاثة من الزيت وشوية حليب ربع كباية هيدوكي احلى تومية وكمان طعم مميز جدا ولون هيفتح النفس شايفين معي قدي ايه كريمي ونعمة وعملي بقى البطاطس المحمرة وقدمي لولادك وقدميها جنب البنيهات وفي السندواتشات وهتستطعمي بقى التومية ومش هتعمليها بعد كده غير بطريقة دي انا عملتها كده مع البطاطس المحمرة يا لنسمي بالله وندوق ومشاء الله اللهم بارك بسم الله اطعم تومية ممكن تعمليها جربي بقى التومية بالطريقة دي هتعجبك جدا ولو اتمنى النهاردة يا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعلقوا تعليق حلو زيكم وتعملوا لايك وشير كتير علشان الكل يستفيد وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته